رسائل صاروخية أمنية في العراق استهداف لمواقع استراتيجية بتزامن مع تحضيرات الانتخابات النيابية المبكرة وما تحمله من طموح شعبي بالتغيير الاهتزاز الأمني تتواعد الحكومة بالتصدي له فضلا عن مسار مكافحة الفساد المستمر فهل تنجح بغداد في تهدئة الأجواء؟ ومن المستفيد من التصعيد أمنيا وسياسيا؟ أسئلة نطرحها الليلة على ضيفنا من بغداد الكاتب والبحث السياسي بسام القزوين أستاذ بسام أهلا بك معنا دائما في غرفة الأخبار دعنا ننطلق من الرسائل الأمنية التي تطلقها هذه الصواريخ التي تعود للواجهة في الداخل العراقي مع اقتراب الاستحقاق رمضان كريم وتحية طيبة لكم لجميع أستاذ المشاهدين طبعا بدأت جماعات الضغط في العراق بامتهان مهنة إقلاق الوضع الأمني وهذا تزامن مع تحركات الحكومة داخلية في مكافحة الفساد أو القضاء على الفساد هذا الأصلح ومن ثم هناك علاقات إقليمية متوازنة أبعدت العراق عن التخندق الإيراني أو المحور الواحد وبالتالي أيضا يأتي ذلك ضمن أهم رسائل إيران إيران اليوم لديها مفاوضات في فيينا وبالتالي تحاول عبرة أذرعها في العراق وفي المنطقة الضغط على واشنطن ويتعلم بأن واشنطن على لسان الرئيس بايدن قبيل تسنمه الرئاسة رسميا تحدث عن دور الميليشيات في المنطقة وأنه يحاول إدراج هذه الميليشيات وجماعات المسلحة ضمن الاتفاق النوم وبالتالي إيران ترفض هذا الموضوع وتريد المضي بمعزل عن الجماعات المسلحة لأنها تعلم جيدا بأن نهاية الجماعات المسلحة هو الخطر الذي سيحدق بها خصوصا مع حدودها الغربية يوم أمس شهدنا استهداف لقاعدة بلد وقبلها لبطار أربيل وتزامل أيضا باستهداف معسكر في بعشيقة في الموصل هذه الاستهدافات أصبحت محدثة لم تكن كما في السابق وهي واحدة فقط أعتقد أن هناك مساعدة أن تكون دوما مزدوجة أو تكون ألترويكا لكن هذه الألترويكا في إطلاق الصواريخ من يقودها؟ هل إيران تقودها بالكامل؟ هناك ما يقول أيضا أن لهذه الاستهدافات والتي طالت أيضا مقرات أو مراكز للحشد الشعبي أيضا في الداخل العراقي لربما يستفاد منها أو يتم استغلالها انتخابيا في الداخل العراقي بالإمكان لكن دعينا نركز على أن السؤال هذه الهجومات أو الاطلاق الصواريخ المزدوجة أو الأكثر من تعمل عليها؟ هناك بيئة أمنية هشة مخفية في العراق خصوصا في شمال العراق هناك وجود لحزب العمال الكردستاني للميليشيات القريبة من إيران لإيران شخصيا أنا أرى في أن استهداف أربيل مطار أربيل باستائرة مسيرة هو جاء ليس عبر أدرع إيران بل جاء عبر إيران مباشرة خصوصا وأنها في العام 2018 أطلقت صواريخ أرض أرض تجاه مناطق في كردستان بذريعة استهداف المعارضة الإيرانية هناك وبالتالي هناك استهدافات تتم تجاه المصالح الأمريكية أو القواعد أو جزء العسكري الموجود في بعض القواعد العراقية التابعة للجانب الأمريكي أو للتحالف الدولي وهذه الضغوطات بالكامل تنفع إيران وفي نفس الوقت أيضا هي تحاول تقويض الجهد الأمني وجهد بناء الدولة من قبل السيد الكاظمي هناك انتخابات مبكرة على الأبواب انتهينا من المرحلة الأولى في إعداد هذه الانتخابات وسندخل في مرحلة البرامج الانتخابية سيد بسام المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف يقول أن الحكومة ملتزمة بتوفير الأمن للبعثات الدبلوماسية يعني أمن المنطقة كما يقول استقرارها ينعكس على العراق هذه التصريحات ليست الأولى من نوعها وقد سمعناها مرارا لكن اليوم يضاف هذا التحدي إلى التحديات الكبيرة التي يواجهها السيد الكاظمي وحكومته هل سينجح بالفعل بحماية هذه المقرات؟ هل لدى السيد القاظمي القدرة لمواجهة؟ والقول من وراء اطلق الصواريخ؟ بالتأكيد لديه القدرة هو يمضي بمعالجتين المعالجة المرينتارة والمعالجة بالكيتارة الأخرى وبالتالي ربما هناك عدة شهور عدت على هذه الاستهدافات لكن في نفس الوقت هناك معتقلين لأول مرة تم اعتقال مجموعة تطلق الصواريخ وهناك تحقيقات جارية على مستوى مكافحة الفساد شهدنا يوم أمس اعتقال شخصية سياسية بارزة في الوسط السياسي العراقي بالتام هذه الاجراءات هذه العمليات وإن كانت ربما بطيئة لكن لو راجعنا منذ العام 2003 وحتى الآن ووعود مكافحة الفساد ووعود إيقاف الميليشيات لم نرى إجراءات حقيقية رادعة كما هي عليه الحال وبالتالي هذا يتطلب بعض الوقت الكاظمي يمضي في وسط حقيقة ربما نقول حقل من الألغان خصوصا وأن هذه الجماعات هي جماعات الضغط الصغيرة أو الميليشيات تتغاضى عنها جماعات الضغط الكبيرة المسيطرة أو التي كانت تقود قرار السياسي العراقي بعد أن نعكاد بهذا القرار وأصبح قرارا منفردا اليوم بغداد تلعب دورا هاما في المنطقة ونالك عدة اجتماعات تتم في بغداد لغرض تناغم دول المنطقة أيضا وبالتالي الدور الخارجي للعراق أصبح واضحا جدا على كافة الصعد اقتصاديا سياسيا أمنيا ولم يتبقى سوى جزيئة هي الميليشيات الموجودة تحاول حقيقة إقلاق هذا الوضع وعدم الوقوف أمام المواطن لكي لا يستطيع أو لا يمضي إلى القبول بإجراء الانتخابات المبكرة اليوم المواطن لديه انعدام ثقة تجاه العملية السياسية لا يصدق بإجراء الانتخابات لكن أعتقد أن الإجراءات الأخيرة للحكومة كانت على مستوى الخارجي والداخلي في مكافحة الفساد والأمن والتغييرات الأمنية والجولة الثالثة من الحوار الستراتيجي التي استطاع فيها الكاظمي أن يتفق مع الجانب الأمريكي بإعادة انتشار هذه القوات خارج العراق وشكلت لجنة عسكرية وفنية ومن ذوي الإختصاص للوقوف على حاجة العراق الفعلية في مكافحة الإرهاب في الظرف الراهن شكرا جزيلا للكاتب والبحث السياسي بسام القزويني على المشاركة من بغداد